للشدائد قصة يحمل معاني كثيرة نحتاجها في حياتنا فإن كل واحد مننا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين أصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال فيه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلى عليه الله صلاة أبدية سرمدية وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات مع لقاء متجدد برنامجكم للشدائد قصة وقصتنا اليوم هي في ختام حياة رجل شجاع في ختام حياة رجل مبارك في ختام حياة رجل كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكيف كان في نهاية حياته بعد أن طعن من ذلك المجرم أبي لؤلؤة ثم قدر الله جل وعلا أن يبقى ثلاثة أيام بعد هذه الطعنة ثم يموت مودعا هذه الحياة بعد أن تنبأ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة أنه سيموت شهيدا كما في جبل أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان والنبي هو صلى الله عليه وسلم والصديق هو أبو بكر والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وهذا يدلنا أن هؤلاء الأبطال يقدر الله جل وعلا لهم الابتلاءات بقدر منازلهم فكلما ارتفعت منزلة أحدهم كلما اشتد بلاؤه فقدر الله جل وعلا على عمر أن يموت بهذه الطريقة ليرفع الله شأنه ليموت وتتحقق له الشهادة كما أن أمر الله ماضم وقدرته حاكمة سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو يقدر الأقدار وليس على المسلمين إلا التسليم بعد أن قدر في اللحظات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة لعمر رضي الله عنه بدأ يوصي وبدأ يذكر وبدأ ينبه إلى طريقة الحكم بعده فإنه يوم قيل له يا أمير المؤمنين استخلف يعني اجعل ورشح أحدا خليفة بعدك ماذا قال؟ وانظروا إلى الهم الذي يحمله لم يكن يحمل هم نفسه أو رغباته بل كان يحمل هم الأمة قال رضي الله عنه أتحمل هم الأمة أن يكون مسؤولا عنها حيا وميتا؟ لا وإنما أترك الأمر لرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم راض عنهم عند وفاته فرشح ستة أسماء وقال يختارون من هؤلاء الستة من يحكم أمرهم وهذا يدل على اجتهاد عمر رضي الله عنه وفهمه للشريعة في مسألة من يتولى أمر المسلمين فهو قد أرجع الأمر إلى الأمة أن تختار من يتولى أمرها واختار من هذه الأمة ستة الخيار على هؤلاء الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن عوام رضي الله عنه وطلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وقال يشهد معهم عبد الله بن عمر وليس له رأي يعني يحضر بصفة مراقب لكن ليس له قرار في هذا الاجتماع ماذا فعل هؤلاء الستة وكيف كان وداع عمر لهذه الدنيا نعرف هذا بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله القدير حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخواتي الكريمات ما زلنا مع هذه اللحظات الأخيرة في وداع الأمة لخليفتها للرجل القوي الذي ثبت أركان الدولة والذي توسع شرقا وغربا والذي امتدت جيوشه لتهدد ملك كسرى وملك هرقل هذا البطل وهذا الخليفة كانت نهايته شهادة ليرفع الله جل وعلا مقامه وكان كما يقول الصحابة رضي الله عنهم كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة انظروا إلى المشاهد بعد أن قدر الله جل وعلا ثم مات رضي الله عنه موتة يصف ابن مسعود رضي الله عنه ما حدث في المدينة بعد أن انتشر خبر وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن النشيج في المدينة في جميع أنحائها أهل المدينة يبكون يبكون فراقا لهذا الخليفة يبكون فراقا لمن انطبقت عليه الكلمات الرائعة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يبكون لوفاة ذلك القائد الذي كانت خلافته رحمة رضي الله عنه وأرضاه انتشر البكاء وقال كما يذكر علي رضي الله عنه وأرضاه وكان ينقل هذا الخبر ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ونحن عند عمر رضي الله عنه سمعت صوتا من الخلف يقول إن كنت يا أمير المؤمنين إني لأرجو أن تكون مع صاحبيك وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلطالما سمعت كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر واني لأرجو أن تكون مع صاحبيك يرجو علي رضي الله عنه أن يكون عمر مع صاحبيك بل أبعد من ذلك كما روي عن علي رضي الله عنه ما من أحد أرجو أن ألقى الله بصحيفته يعني أتمنى أني أقابل الله بعمل مثل عمله يقول مثل عمر رب الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول وددت أني خادما مع هذا الرجل وهذا الخليفة وهذا الصحبي الجليل رضي الله عنه وكان موته فقدا على المسلمين في ذلك الزمان لكنها الأقدار والحكمة البالغة من الله تبارك وتعالى ثم اجتمع الأمر على هؤلاء الستة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد موت عمر رضي الله عنه وكما ذكرنا في حلقات ماضية أنه ذهب واستأذن أن يدفن مع صاحبيه في غرفة عائشة رضي الله عنها فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وكان هو ثالث الثلاثة رضي الله عنه عن أبي بكر وصل الله على نبيه واليوم إذا زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا خلفه قبر أبي بكر وجدنا خلفهما قبر عمر فنسلم على هذا ونسلم على هذا ونسلم على هذا بهذه الصحبة الكريمة التي كانوا فيها في حياتهم لطالما ذهبوا سويا وعادوا سويا وقدر الله أن يتوفوا وأن يجتمعوا في مكان واحد فنسأل الله أن يجمعنا بهم في عليين اللهم آمين نسألعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة